بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء الأعزاء طباعي خير أنا كنت نوي أتحدث إليكم في موضوعين هنخليهم أربعة عشان كل شوية كده يخطر على بالي بعض المسائل اللازم أوضحها الحضر أول موضوع عاوز أكلمكم فيه أنا أبلغت من بعض الزملاء أنه في بعض مأموريات الضرائبية أو بعض مأموريات ضرائب القيمة المضافة بتبعت لبعض الزملاء وتجادل في أنها لم تبلغ بتعليمات السيد وزير المالية عن البروتوكول الذي صدر وأعفى المحامين من تقديم الإقرار ومن التسجيل علشان يبقى حقوقه ثابت بلا مجادلة أنا طبعاً اللي أنا أخترت بيه حضراتكو قبل كده حصل أنه السيد الوزير مشكوراً أبلغني بأنه جاري إبلاغ كافة المأموريات بالبروتوكول للالتزام به ومع ذلك هفترض أنه أحد مأموري الدرائب على القيمة المضافة تجاهل هذا عمداً أو إهمالاً أو يعني لعدم وصول الخبر إليه كل الإحتمالات دي أنا لازم أواجهها أو حد من حضراتكم أواجهها اللي يجي له إختار ويصمم عليه مأمور المأمورية يصور حضراتكم يعمل كوبي من على موقع النقابة للبروتوكول سهل قوي خش على موقع النقابة ويعمل كوبي واتبعه هيبقى معاك البروتوكول الموقع مني ومن السيد الأستاذ الجليل الدكتور وزير المالية ومن السيد المستشار الجليل الأستاذ عمر مرعوان وزير العالم موجود البروتوكول على موقع النقابة يصوره يعمل كوبي وياخدها يقدمها للمأمور الضرائب أو مأمور المأمورية أو رئيس المأمورية مشفوعة بطلب يوضح فيه أنه غير مطالب لا بالتسجيل ولا بتقديم الإقرار فإذا لقى أنه فيه منازعة في إثبات هذا إحنا محامين يعمل إنذار على هد محنر يعلنه بهذا البروتوكول كده يتفض المولد وكل واحد فينا يلتزم بحدوده وبالأصول الواجب اتباح سهلة جدا سهلة جدا أرجو أن يعتبر جميع الزملاء هذا تعهد صادر مني ونصيحة صادرة مني أنا عارف الإجراءات كويس وبقول لحضراتكم بهذا يغلق هذا الباب نهائيا الموضوع الثاني اللي دار حواليه جدل أو يشاء البعض أنه يدير حوله جدل موضوع الأكاديمي أكاديمية القانون والدراسات أو أكاديمية المحامة والدراسات القانونية عندنا لم ألغيها ولم أطالب بإلغائها لأنها أولاً مقررة بنص في القانون فما حصلش أنا كل ما تحدثت فيه ويمكن أن تختلف فيه الأراء الشرط المضاف في النص هو ده الشرط المضاف الذي ذكرت أنه غير دستوري لأنه يخل بمبدأ المساواة وحررت مذكرة بهذا إلى كل من رئيس مجلس النوام والسيد رئيس مجلس المجردات للنظر في أمر تعديل النص بحيث يحذف منه هذا الشرط حتى لا يوضع أمام الخريج شرط الحصول على الأكاديمية علشان يلتحق بنقابة المحامين لأنه شرط مخالف للدستور ومبدأ المساواة الدستوري جميع الهيئات القضائية والعادية تعين بإجازة الحقوق أو بلسانس الحقوق دون أشترات حاجة بعد وفي فارق بين الحصول على شهادة وبين أنك أنت يتعمل امتحان يتعمل اختبار سواء كتابي أو شفوي كما يقدس مثلا في وزارة الخارجية من حق النقابة أنها تعقل امتحان من حق النقابة أنها تجري مقابل السساق من المحامي وأظهره وشكله وطبيعته إلى آخره إنما أنها يفرط شرط الحصول على الأكاديمية هذا غير ذو السوري نيابة إدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والقضاء والنيابة وكافة وظائف الدولة التي يعين فيها خريج الحقوق لا تشترط أي شهادة بعد إجازة الحقوق بعض الناس فهمة طيب وهو النص معرض أن الحكومة أو البرمان لا يستجيبوا لطلب التعديل أنا عاوز أقول له ما فيش وجه الاستعجال لأننا قررنا الذي صدر لأننا شكلت هيئة هيئة إنشاء الأكاديمية من ذات المجلس مجلس النقابة بأكمله مجتمعا ده حتى التشكيل أو الإنشاء ده حيبدأ من ناحية توفير الأرض ثم إقامة المباني ثم وضع البرامج التعليمية وعشان كده عملنا هيئة السشارية فيها اكبار الأسازة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور ومعه نخبة من أفضل الأسازة من الدكاترة والمحامين ده حيستغرق زمن لن يقل في تقديد عن سنة 23 فالقضية محد الشيء اللي عليها دلوقتي وحيكون قبل قبل تمام إنشاء الأكاديمية حيكون إجابة الدولة أو إجابة البرلمان على طلب تعديل النص في الشق الخاص فقط بشرط القيد حيكون صدر ويبقى الأمر على أبينه وأنا أرى أنا أرى شخصيا أنه من حقي حتى إذا لم يستجب البرلمان أن نحتكم إلى المحكمة الدستورية العليا بدعوة ترفع إليها من خلال دعوة أخرى ترفع ولتبت في هذا الشأن هل هذا الشرط أو القيد دستوري أم أنه يخل بمبدأ المساواة ومن ثم في غير للسورة دي كده عشان آخر كلام عشان يبقى واضح لكم الأمر الثالث أنا بنفس جميع الأحكام جميع الأحكام أما أحكام وقف التنفيذ القرار المطعم فيه دي أحكام وقتية مقلقلة بدليل أنها مقرونة بإحالة الموضوع إلى هيئة المفوضين يعني ممكن أو في الحكم الموضوعي لا تحكم المحكمة بإلغاء القرار فبالتالي هذا الحكم المؤقت مقلقل لا يجوز أن أنا أقلقل وضع المحامي ولا أقلقل أوضاع النقابة عشان كده أنا بأشر على هذه الأحكام بوقف التنفيذ بالإرجاء المؤقت لحين الفصل في الموضوع كل محامي أو محامية حاصل على حكم بوقف تنفيذ القرار للمطعوم فيه هو في خيار بين حاجتين في حاجة أنه هو يستطيع أن يذهب إلى مجلس الدولة وهيئة المفوضين ويستعجل نظر الموضوع الصادر فيه حكم بوقف التنفيذ لأنه لاهو دلالة توجب على هيئة المفوضين أن تسرع في كتابة تقريرها بشأن الموضوع ويصدر حكم في الموضوع يحسب الأمر أنا قدمت حلول تانية أو حل آخر وبكرر على حضران أستطيع الزميل والزميلة اللي حاصل على حكم مقلقا مؤقد بوقف تنفيذ القرار يتقدم بحاجات داعمة له يتقدم بفتاقته الضربية أو صورتها يعني برينت تأمينات بعض أدلته على الاشتغال هنا علشان ما يعطلش نفسه في انتظار الحكم في الموضوع ونستطيع أن نبت في الطلب ولا نعلقه انتظارا للحكم في الموضوع بهذا أكون برضو مفرت لجميع الزملاء الفرصة أنهم ننظر تربطوا بسرعة اللي عوز أوضحي لكم جميعا أن أنا أحرص الحرصاء أن أنا أنجز كل ملفات الزوال حتى لا يتحكم فيكم أحد من بعدي سواء لقيت ربي أو سحبت مني السقة كما يسعى المتربس وبطنطر أما لأي سبب أنا غير موجود أنا أنا كفيل وحريص أن أنا أنجز هذه المهمة المقدسة عندي على واجه السرعة وأنا أعكف يوميا على الملفات وأجهيها فاضل الموضوع الرابع اللي أنا شايف تعليقاتكم على التواصل الاجتماعي كثيرة جدا متصورة أنني أهملت الموضوع الخاص بالتجاوز الذي حدث في غرفة النقيب في أوائل شهر نوفمبر الماضي وتم فيه تلافيات وإطلاف بعض المنقلات اللي فوجودة في الغرفة وسب الدين وسب الدين للمحامين والنقابة وتصرف لا يليق بالمحامات أنا عاوز أتمن حضراتكم إلى أنني قد أمرت بالإحالة للتحقيق مش كده وبس لازم أقول لكم أن أنا ماضي في التحقيق وأنني أستدعي لأستاذ المحال للتحقيق ثلاث مرات بإعلانات وبإختارات من الأمين العام والأمين العام المساعد ولكنه محجم حتى الآن عن المفهول لإبداء أقواله ودفاعه أقدم ثلاث طلبات وطلب التصريح الطلاع أشرت عليه من 11 11 يصرف ومع ذلك هو مظهرش عشان يطلع عشان هو مش عاوز يجي يحكم وأشرت على طلب آخر أهو عشان بس منساش حاجة طلب الاطلاع أنا مقشر عليه يصرح من 11 11 شكوى بيقدمها في الأستاذ سالع أغاني أنا أشرت على الشكوى السيادتك بالإرفاق إنما عليه أن يقدم أدلته على الشكوى وسوف أحلها إلى أحد أعضاء المجلس أو إلى لجنة من المجلس لتحقيقها نحن نحن نتأخرين يعني بس الشريط الذي اتعرض ما فيش حاجة صدرت عن الأستاذ سيد عبد الغاني استطيع الزميل أن يتقدم بأي دليل أدلة فنية أو قولية على ما يقوله و لتسمع أقواله في شكوى كما توجي بالأصول لأنه لازم أنا يسمع أقواله أمام لجنة التحقيق التي سوف أوكل إليها هذا وبرضه مقدم شكوى في الأستاذ هاني دردير برضه أنا الشرطة عليها يكلف الأستاذ الطالب بتقديم أدلته على شكوى وسوف يهتم التحقيق فيها هو في طلب رابع بيطعم في قيام بالتحقيق وهو بيقول أنه في خلافات بينه وبيني أنا ما فيش أي خلافات بينه وبيني وأنا أكبر كتير أو من أن أخش في خلافات مع أحد أعضاء المجلس عيب أنا لا أصدرت إلى هذا هو أطلب بقى لجنة على كيف للتحقيق معه عاوز الأستاذ سياء بخالب والأستاذ عيسى بوعيسى كلام طبعا كلام يعني أنا أشرت برضه عليها إرفاق اللي تكون تحت بصر اللي يجي بعد فاضل بقى أقول لكم التحقيق تم في إيه لازم تكونوا عارفين أن أنا التحقيق جاري بجدية افتتح التحقيق من يوم سبعة أحد عشر 2020 وعلى مراحل لأنه كان أخطر الأستاذ المحل التحقيق بالحضور لإبداء أقواله وقال لحسين الجمال أو للأستاذ حسين الجمال الأمين العام في الإختار التليفوني أنا معتذر لأن أنا في جنايات شبين الكوم فأنا برضو من ناحيتي لما تفتح المحضر اتصلت بالأستاذ نقيب المنوفية وسألته الأستاذ خالد موجود في محكمة الجنايات في شبين الكوم ولا أرد علي قال لي محكمة الجنايات غير منعقدة وأجلت جلستها إداريا عشان ندخب فقلت له طيب يشوف الأستاذ فلان موجود ولا غير موجود علشان لو مش موجود يبقى نعرف لو موجود سيادته يقوله إن أنا أنا انتظار يعني المشوار من شبين يكون بلدي لغاية القاهرة ياخد ساعة ساعة أوروبا ساعة ونص وأنا في انتظار ه ساعة أربعة أو خمسة في انتظاره عشان هو مطلوب للتحقيق أنها أمر أهم جدا وكل المحامين زعلنا من الحفظ فحضراتكم أنا استمر أن أفتح باب التحقيق كل شوية وأنادي كل شوية وننادي يعني اتعمل كذا محضر في هذا اليوم وكل مرة حتى الساعة الرابعة أو النص ينادي على الأستاذ المحل التحقيق ويستبين عدم حضوره طبعا أنا مش هعلق التحقيق على يعني مزاجه في النبيج ولا ما محضر مشاهدة لأنه الدليل الرئيسي الدليل الرئيسي في الموضوع هو الشريط والشريط عشان يبقى واضح لحضراتكم وللسيد الأستاذ الزميل يعني المحل التحقيق أنه لا مجالة للعبس فيه الشريط عرض هنا وأعيد عرضه كذا مرة الشريط أولا عليه بيان بالدقائق والثواني يعني لو حزف منه ثانية يباني أطع على طول على طول ومع ذلك أنا لم أستقل بالمشاهدة وحضر المشاهدة وأوقع على محضر المشاهدة الأساتذة عبد المجيد هارون وأبو بكر الضوة ومحمد الكسار موقعين إلى جواري طبعا على محضر المشاهدة أنه تم الاطلاع وشاف الشريط وأتقال في محضر المشاهدة المسلسل الموجود فيه وأنه لا يوجد في هذا الشريط أي دلالة على قطع ولا حزف فرضا عن كونه يحمل الدقائق والثواني تباعا وهذا واضح جدا جدا ده محضر المشاهدة عملنا محضر معينة تاني محضر المعينة تم في مكتبه وبرضو ماضي عليه الأستاذ عبد مجيد هارون والأستاذ محمد الكسار والأستاذ أبو بكر الضوة للتلافيات التي حدثت في مكتبي نتيج التعديه وقصفه بالمنضضة وما عليها من بلور برجليه وبأديه فضلا عن السباب الواضح في الشريط بسب الدين للنقابة وللمحامين وبصورة لم أرها شخصيا في حياتي ففي محضر معين لم نكتفي بهذا أو أنا الرجل يعني متمرس في شغلي وأحب أديه الأمانة فخدنا لقطات وبعتناها كودك تلع عليها صور موجود مرفقة بالتحقيق ومشار في التحقيق إلى إرفاق هذه الصور لهذه التلافيات والإتلاف المال العام أنتم حضراتكم عارفين وهو لازم يكون عارف أنه إتلاف المال العام ده يعني له توصيق في القانون أما محضر بقى الرئيس الافتتاحي واللي أنا مضيت في تحقيقه فسمع فيه شهادة عشان برضو يبقى عارف وتبقوا حضراتكم عارفين أن أنا ما بلعبش وأن أنا اتهام بعض الزمل أننا متقعس لا أنا بقى أؤدي بالزمة والأمانة في هذا المحضر تسمع الأستاذ أسامة سلمان عضو المجلس الذي حضر معظم المشاهد التي جرت في مكتبي وتعديات الأستاذ الزميل عضو مجلس نقابة المحامين على أساس المكتب وعلى الموجودين وما صدر عنده من سباب الدين وإتلافه يعني السورة التي شاهد بها وقال أن المشاهدة هو شاب المشاهدة تعرض أي تاني فشاهد في أقواله بأن ما شاهده يطابق بحزافيره بغير قطع ولا حسف ما صدر وشاهده بنفسه على المسرح أثناء وجوده في المكتب سمعنا بعد كده أقوال الأستاذ هشام عفتاح حسن عضو المكتب الفني للنقيب وشاهد بعد المشاهدة بصحة كل الوقائع الموجودة في الشريط والتي شاهدها بعينه وسمعنا بعد الأستاذ محمد رضا سيد إبراهيم عضو المكتب الفني الذي حضر الوقعة وشافر الشريط مرة خامسة وقال أن الوقعة كما حدثت هي المسجلة على الشريط بحزافيرها بغير حسف ولا قطع ولا أي شيء يشتبه فيه بعدت أنا طبعا الأستاذ حسين الجمال بعدت له ده مسجل في المحضر لتقديم تقرير عن ما شاهده لأنه كان حاضر في المشهد أنا حبيت أعفيه من أن أنا أندهله وأفتح محضر وأسمع أخواله إنما أنا قلت واجهت الخطاب إليه وأشرت إلى هذا في المحضر وجاءني رضي من الأستاذ حسين الجمال أثبت في المحضر وأرفقت الرد بتاعه في المحضر وخلصت أن كل ما ورد بالشريط المسجل وعليه جاءت الكاميرات النقابة العامة للوقع قد حدست بالضبط من الأستاذ فلان عصر يوم كذا والتي حضرها وما جاء بالشريط واضح ومطابق تماما صوتا وصورة لما حدث ولا يوجد به أي حسف أو ابتطاع لأي شهود أو أي عبارات أو أي أصوات هذه اللي احنا عملناه والتلفيات احنا طبعا عينناها زي ما قلت وتصورت ومتقلة في المحضر في المحضر معين أخص الزباب برضو أنا ما سنناش يعني فإحنا برضو أنا حريص على أن أنا أتيح للأستاذ الزميل أنه هو يبدي دفاعه ويبدي أخواله فإحنا أولا فتحنا محضر أولا يعني حقول لك بعد كده يعني فتحت محضر وأعلن مرة تانية وكان الموعد 18-11 ونادهنا عليه محضر رغم ثبوت إعلانه عقدنا بعد كده بعد الإعلان الثالث اللي أعلن إليه باربع وسائل واتصل به في الأولان الأستاذ حسين الجمال الأمين العام وفي الثاني الأستاذ أبو بكر ضواء الأمين العام المساعد فعملنا المحضر 23-11 وبرضه كما حدث سيادته مجاش ولم يرسل حتى بأي اعتذار أنا فتحت المحضر أول مرة الساعة الثانية عشر وثمانية وثلاثين دقيقة يعني بعد المعاد المضروب له إحنا المعاد كانت الساعة 12 ما جاش أنا استنيت لغاية 12 و38 دقيقة وفتحت المحضر ما نودي عليه ما جاش وما بعدش اعتذار ثم قعدت افتتاح المحضر في الساعة الواحدة والنصف ظهرا وبرضو نودي عليه استبان عدم حضوره واستبان انه ما بعدش اي اعتذار ومع ذلك لا يزال الباب مفتوحا امامه لابداء اقوالي بس انا طبعا ما كانش ممكن انه هذه المسألة تمضي بهذا الشكل فأنا وهذا مسجل في المحض عرضت الامر على هيئة المكتب للموافقة على ايقافه عن ممارسة المحماه الى ان ينتهي التحقيق وتوابعه وانا وقعت على هذا وتوقع عليه من معظم اعضاء هيئة المكتب الذين يشكلون اغلبين وعلى هذا انا اعلم الان ان الاساس خالد ابو قراء موقف عن ممارسة المحماه وسوف يتم فورا اختار كافة دوائر المحاكم بذلك بما فيها مجلس نقابة المحامين وعليه احتراما للتحقيق الجاري ان يتفضل بالحضور لابداء اقوال ودفاع بس عاوز ان نبيه لحاجة اخرى بصح انه يعرفها علشان ما ايه يعني يدرك خطورة الامر انا فيه ناس تقدمت اليه بشريط اخر امام انتحاد المحامين العرب وهو يصفع عدة مرات زميله المحامي وعده مجلس السابق لنقابة المحامين السابق عبدالدوال احمد علنا كده قدام الناس وقدام الكاميرات على وشه فهذا ليس السلوك محامي مع محامي لا سيامة اذا كان عضو في مجلس نقابة المحامين وقدمت اليه شكوى من احد المحامين مرفق بيها اربعة وخمسين حكم صادرين ضده عن جرائم ليس من حقي ان افسح عنها في البس انما فيها يعني ما قد يبردر وكما قال الطالب في شكواه تطبيق البند الخامس من المادة 13 من قانون المحاما وهذه مسألة خطيرة لتعين على سيادته ان انا محضر من نسخة من الكشف اللي صادر عن الموزارة الداخلية علشان يطلع ويديه صورة كمان علشان اذا كان لديه ما يقدمه درءا لهذا من واجبه ومن حقه ان يقدمه قبل ان نفصل في طلب الاستاذ الذي يطلب اسقاط القيل في جداول المحامين لا اخشى الا الله انا باحترم كل زميل وانا لم يصدر وانا لم يصدر مني بتاتم انا بتسبب قاله من تسعتاشر مارس لغاية النهاردة داخلين على تسعتاشر عدينا تسعتاشر نومنبر يعني تماء سمانية اشعر بتشتم يوميا عشرات المرات من ناس يمكن يعني يتمسحون في المحامات ولا حتى ينالون شرف ان يكونوا تنامزة لي ولم ارد على احد بكلمة واحد ولم اسق الى احد هناك تكاوزات حتى من الاستاذ المحامات لا اتوقف عند هذا لاننا معتبر نفسي باتو باري نقيب انا قبل جميع المحامات ولا يجوز ان اتدنى الى اي خصوة معهم ولا ان يصدر عني اي اساءة الى احد ولا لفظ نابي يوجه الى احد او مساس باي احد من المنتسبين الى المحامات لانه هذا واجب ولان هذا ايضا خلقي وادبي وما تربيت عليه انا بهذا اكون يعني قلت الحاجات اللي اعود اقولها اتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة